صلب المسيح نحتفل في الجمعة العظيمة مع أنها رهيبة وشنيعة وفضيعة في صلب المسيح لأن لها أهمية روحية عميقة إنها عظيمة لأنها حققت لنا الفائدة والخلاص من خلال موت المسيح موت المسيح يعتبر المثل الأعلى لكل صلاح ومحبة ورحمة الرب للجنس البشري الصليب هو محور ومركز الرسالة المسيحية بدون الصليب لا توجد مسيحية بعد أن جلد بلاطوس المسيح وحكم عليه بالموت بحسب الطريقة الرومانية فالمحكوم ينبغي أمام تعييرات الناس وعلنا أمام الجميع تحت تعذيب جنود الرومان له مشى في درب الآلام حاملا صليب العار جساده مشوه من الجل وفقد كمية دم كثيرة وهلآن يحمل خشبة وزنها 25 ل30 كيلو جرام صار إلى خارج الأصوار إلى مكان يسمى جمجمة أو جلجثة عادة الصلب على مفترق طرق حتى يراه الجميع ويكون عبرة للآخرين ثم يسمر بمسامير كبيرة في رجليه ويديه ويعلق على الصليب وعادة يموت المسلوب من فقدان الدم وتكون الآلام مبرحة حيث أنه يحاول أن يرفع جسده لأن المسلوب يموت من الاختناق موتا بطيء تحت أوجاع رهيبة لكن المسيح وهو على الصليب لم يهتم بنفسه بل أخذ الوقت ليهتم بأمه مريم العذراء وأن يطلب من الآب أن يغفر لصالبيه وهو أيضا غفر لللس التائب على الصليب وقال اليوم تكون معي في الفردوس حدثت بعض المعجزات الخارقة عند صلب المسيح ظلمة كثيفة غطت الأرض هزة أرضية وحدث أيضا الزلزال عند القيامة ثم انشق حجاب الهيكل عند موت المسيح من فوق إلى أسفل هذا الحجاب ثقيل جدا وسميك يحتاج إلى قوة خارقة لتمزيقه يرمز إلى أنه أصبح لنا الدخول إلى الأقداس إلى محضر الله مكتوب فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده توقيت الموت كان معجزة حيث أنه كان يسير في مقاصد الله مات في اللحظة المعينة لا قبل ولا بعد بعد أن أكمل العمل الكامل على الصليب عندها مات قبل دخول السبت الذي يبتدئ يوم الجمعة مساء فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح لقد طلب رجال الدين طلبوا أن يكسروا سيقانهم قبل دخول السبت حتى يسرعوا أو يسرعوا بموتهم فكسروا ساقي المصلوبين مع المسيح لكن عندما جاءوا ليكسروا ساقي المسيح اكتشفوا أنه مات وهذا لتتميم النبوة يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر ثم واحد من الجنود طعن المسيح بالحرب ليتأكد من موته وهذا أيضا لتتميم النبوة في زكريا إصحاح 12 آية 10 كل ظروف الصلب كانت بمشورة الله المحتومة مع أن الرومان واليهود اتفقوا على قتل المسيح لكن بالحقيقة لا يمتلك السلطان فالمسيح قال لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لأجدها ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا هذه الوصية قبلتها من أبي كان المسيح يملك القوة لأن يمنع الصلب لكن جاء ليموت على الصليب وقال قد أكمل إن تجسد المسيح وإرساليته جاء ليموت ليخلص البشر من الخطية يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم نعم مات المسيح على الصليب لتتميم النبوات مثل مزمور 22 وإشعياء 53 يعتبر الصلب أشنع وسيلة للعذاب والموت من ذل وعار لكن أصبح الصليب لنا موضوع الإفتخار والإحتمال أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا ترجمة نانسي قنقر